وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أنه ناقش مع نظريه السعودي الأوضاع وأمن الملاحة في البحر الأحمر واشدد شكري على أهمية الحفاظ والالتزام بحرية الملاحة في البحر الأحمر مؤكداً أن ما يشهده البحر الأحمر هو نتاج للتوتر الأوضاع في المنطقة والحرب على غزة لقد ناقشنا كذلك تطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليامن وتبعتها سلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية ونشدد من هنا على أن حرية الملاحة والتجارة العالميين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها مع التأكيد مجدداً على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها